باستمرار في جيبي لماذا؟ هذه استقالتي أنا أضعها دائما في جيبي لكي لا يغريني الموقع وجود الاستقالة في جيبي عبد المهدي كي لا يغريه المنصب كما يقول لم يمنعه من التشبث بالسلطة مستخدما جميع الطرق للحفاظ على قبضاته على السلطة مهما كلف الأمر حكومة عبد المهدي وبعد تنصلها من مسؤولية قتل وقمع المتظاهرين السلميين العزل في الاحتجاجات الأخيرة تقوم بالاستعداد وبشكل أوسع لقمع التظاهرات التي من المزمع الخروج بها يوم الجمعة القوات الأمنية التي أكد تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات تورطها في قتل المتظاهرين العزل والتي على أساسها تم إعفاء قياداتها العسكرية دخلت حالة الإنذار القصوى جين استعدادا للتظاهرات المقبلة التي من المفترض انطلاقها في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى للمطالبة بإسقاط العملية السياسية وتحقيق إصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد فعلى خطى الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة التظاهرات كشفت مصادر مطلعة عن صدور تعليمات مشددة لقوى الأمن بنشر القطاعات الأمنية وإغلاق العديد من الطرق والميادين ووضع تحصينات إضافية للمنطقة الخضراء ما سبب باختناقات مرورية كبيرة أبدى على إثرها المواطنون في بغداد امتعاضهم من تلك الإجراءات الحكومية وعلى الرغم من نفي وزارة الاتصالات قطع خدمة الإنترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين إلا أن هناك أنباء عن وجود أوامر من عبد المهدي بقطع الخدمة عن بغداد وباقي المحافظات بداعي صيانة أبراج الشبكات ابتداء من صباح الجمعة الموافق الخامس والعشرين من تشرين الأول وحتى ليل السبت بهدف التعتيم على الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية وعناصر الميليشيات بحق المتظاهرين مفوضية حقوق الإنسان قالت إن حظر خدمة الإنترنت وزيادة التضييق عليها يعد انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الشعب العراقي والذي بات أسلوبا تعتمده السلطات الحكومية ردا على التظاهرات التي تشهدها البلاد وعلى ما يبدو فإن الحكومة قدمت بيدها إجابة شافية للسؤال عن هوية المتسبب بسقوط مئات شهداء وآلاف المصابين من المتظاهرين من خلال استعدادها لقمع التظاهرات المقبلة بالآلة نفسها المستخدمة في الموجة الأولى من تظاهرات الأول من تشرين ترجمة نانسي قنقر